موسيقى الحقيقة شفت وضع المهنة عم يتدهور اليوم نحن بغرفة العنية الفائقة مهنة المحامات صحيح كثير منها نحرة تأثرت بالوضع الاقتصادي والسياسي والكارثة اللي عم نعيشها ولكن مهنة المحامات بشكل خاص كثير كان هالأزمة عندها تدعيات على حتى الوضع المعيشي تبع المحامات وأنا بحكم أنه صغلت لتين سنة بهالمهنة لقيت أنه من الضروري أنه نخوض هالمعركة لنجي على النقابة إذا ألا وفقنا ونحاول نحسن ونحصن الوضع لتكون نحسغت هالعصفة اللي عم نعيشها اليوم كيف تصف وضع نقابة المحامين؟ هلأ صحيح أنه يعني ما رأنا بظروف صعبة إجت قصة الكورونا، إجت مسألة الضرابات، انفجار المرفأ كل هالمسائل هذه عطلت نوعا ما لعمل الطبيعي تبع النقابة النقابة اليوم مفروض تكون سهرانة أكتر على الوضع المعيشي تبع المحامة تشوف كيف تحل المشاكل العديدة الموجودة خصوصا كل ما يتعلق بالضمان الصحي يعني كل شيء اللي عليق بالاستشفاء والمختبرات وكثير من المحامين عم بيعانوا من مشاكل بهالكتاع هيدا وبنفس الوقت لازم نحنا نطور نفسنا يعني ما فينا نضل هيك مثل نقابة ما عندها تطلعات ما عندها تطلع نحو المستقبل وتحسن حالها يعني أنا عملت الحقيقة قدمت مشروع متكامل نوع من خريط الطريق من شين بهالسنتين اللي بدون يجوا مع فريق عمل مع أكيد أعضاء مجلس النقابة والليجين اللي يزيزي من نعود نحية كلنا سوا إيد بإيد نقدر فعلا نعمل هيك نقلة نوعية بهالنقابة اليوم شو اللي بميز المحامة أليكساندر نجار عن غيره من المحامين والمرشحين خصوصا يعني اليوم لكل حدا بدوا يحضر هيد المقابلة وبدوا ينتخبك يعني ليه اليوم بدوا ينتخبوا أليكساندر نجار مش غيره يعني كل المرشحين منحترمون أنا بعتقد الشيء المهم أنه عم نجي بنبض جديد عم نجي عنا مشروع واضح عنا خريط الطريق جايين نخدم النقابة والمحامة وننهض بالمهنة المحامات أنا بحكم أني محامة من ثلاثين سنة وعايش على الأرض بعرف كل شؤون وشجون المهنة بعرف كل الأمور اللي فينا يعني صبل المعالج ده وأنا أصلا يعني بعتقد كمان يعني عندي خبرة كنت مستشار لعدة وزراء ثقافي واشتغلت بالشأن العام وبعرف يعني كيف الواحد يكون رجل أفعال يعني أوم داكسيون مش رجل تنظير ويجي فعلا رغم الصعوبات اللي أكيد موجودة بالبلد ونحنا بنعرفها يقدر يحقق إشياء واليوم أنا بعتقد يعني خبرتي والعلمي أنا بدي حطهم بخدمة الزملاء وحاول قدم فيه إنه إشاء يعني أنهض بهالمهنة نعم في تقريبا حوالي تسعة وثلاثين شخص مرشح على زيت المنصب كيف تفسر هيدا إنه هو دا عدد المرشحين الكبير يعتبر نوعا ما هو لأنه هيدا عندنا اليوم وقت بدنا الانتخابات اللي بدنا تسير نهار الأحد في تسع أعضاء بمجلس نقابي بدنا ننتخبهم عادتا هنه أربعة بسبب كورونا ما صارت هيدك السنة بقى أكيد زيد العدد وبطبيعة الحال زيدوا عدد المرشحين هيدا دليل عافية يعني معناته فيه اهتمام من المحامين إنه كمان يدعو نفسهم بخدمة زملائهم ليش لا يعني وفيه من كل المناطق والطواف والفيه سيدات وفيه رجال يعني هيدا شي صحي أنا ما عندنا ضد هالشي بالعكس على هيدا رح تصعب أكتر عملية الاقتراع يعني عملية التصويت لأنه بتاخد وقت أكتر ولكن هيدا شي صحي اليوم بالنسبة لهيدا المعركة الشريسة عم تتوجه يعني هيدا المنافسة عم بتزيح شوي عن الخط المستقيم عم نشوف التعاطي بين المرشحين ما عم بيكون منيح يعني فيه شتائم عم تستخدم من قبل المرشحين هيدا بيشتم هيدا هيدا المرشح بيعير الشخص تاني ليش يوم عنا هيدا المستوى المتدني من التعاطي مع الاخر يعني هيدا بتأسف لأنه نحن دايما انتخابات نقابة المحامين كانت هيك فيها رقي فيها لايقات فيها روح رياضية فيها حتى روح عائلية يعني حتى بذكر انه كان فيه بأحدى الحملية الانتخابية كانوا ايام مرشحين يروحوا مع بعضهم يزوروا ونحن صارت معنا ايام كتير يكون بكسر عدل مثلا بالنباطية بالصيدة يكون فيه مرشح اخر نقعد حد بعد وكل واحد يقدم التاني يعني هيدا هيدا الروح اللي نحن منحبه على اكيد ما فينا نعمم في كتير مرشحين عم بيخوضوا هالمعركة بيروقي وبلايقة ومحترمين جدا للأسف عم نتفاجأ انه على يعني فيه البعض عم بيأولح وليون يعني عم بيستخدموا يعني أسليب منها مألوفة وعم بيوجهوا يعني إشاعات مغرضة وكلام بزيق بالنتيجة الواحد يعني عنده حل من اتنين يتجهلهم بيقول بالنتيجة نحن نعرف حالنا أو بديوا يقدم شكوة جزائية عليهم يعني كل واحد عنده طريقته بالتعاطب على الموضوع بس إلا أكيد نحن منتأسف وأنا يعني بتأسف كمان نقابة المحامين حالية المجلس نقابة مفروض كم ناخد موقف من هالموضوع من شان يضبط 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 الوضع وأنا أساسا طالب من قبل من عدة أشهر إنه يكون في شرعة يمضوها كل المتنفسين كل المرشحين ويلتزموا بقواعد معينة وأنا أصلا إذا يعني الله وفقني من هلأ بدنا نبلش نحضر يعني كيف القصص اللي بدأت تنعمل عليها الانتخابات الجاي لنتفادة هالتجوزات هاي دي وهالشوزات الموجودة ماتر نجار وين الشباب اليوم من برنامجك الانتخابة كيف رح تقدر تحسن وضع المحامين الشباب اليوم الشباب رح يكون عندهم ما كان كتير مهم بالبرنامج تبعي اليوم في شباب كتير عم تترك البلد عم تهاجر بوقت هي حبة كانت تبقى في شباب حابين يروحوا يكفوا درسهم برا ولا يرجعوا بس انهم بكفوا علمهم خصوصا انه هلأ بالظرف اللي نحنا فيه بيقولوا بركة من نستفيد هالظرف انه عجلة القضاء وقفة انه نشتغل على هالأمل عديلة انه نقدر نحنا نكفي درسنا برا وفي منهم يقسنين يعني بتحسي فيه هايك نوع من يقس وما عدو حتى موتيفي لهالمهنة هايدي اللي هي بالحقيقة من أحلى مهن بالعالم يعني كيف درش رجال؟ فهنا دورنا رح يكون على عدة أصعدة أول شي المتدارجين بدنا نعطيهم كل الاهتمام لدارجة انه يكون عندهم دايما مندوب أو عدة مندوبين بمجلس نقابي ليرفعوا همومهم ان كان من ناحية التعاطي معهم او لجهة كمان المعهد المحامات في معهد هنا بيتابعوا اذا عندهم ملاحظات حوله والفحوصات يعني في كتير ايام نحنا مجلس نقابي بيحط طريقة التعاطي مع الفحوصات ربما هن عندهم ملاحظات حول هالشي او يعني نحنا مفروض نسمع لهم من ناحية الشباب كمان اللي مش متدارجين يعني المحامين اللي صاروا بالجدول وبلشوا نحنا بدنا نعمل نوع من مغصد لنلاقي لهم فرص عمل لنقدر نعمل لهم لينك مع المكاتب اللبنانية والخارجية واللي بده يحابب بيكفي مثلا يدرس برا يعمل مستير يعمل اللم نحنا كمان رح بما لدينا من يعني الاتصالات وعلاقات مع المنظمات انه نقدر نأمل لهم اولا نسهل لهم اكيد الفياز اللي يروحوا وتاني شي يعني اذا في منح لا يقدروا يعني يتخصصوا برا على امل اكيد يرجعوا ما بدنا نفقدهم ولكن كمان الخبرة برا كتير بتغنينا وحتى كمان في بروتوكولات ممضية بين نقابة محامين بيروت ونقابات اجنبية بتخول كمان تبادل الخبرات بمعنى انه في محامين بيقدروا يعملوا التدرج تبعهم بمكاتب اجنبية وصارت بالماضي مش انه هايدي شغلة حبرة على ورق وبطبيعة الحال نحنا اكيد رح نكون حدهم لنقدر قدمى فينا نعملهم كمان باللغات بالتحكيم يعني كل ما فيه فعلا هيك يخليهم متمكنين بهالمهنة هايدي ونعطيهم الخبرة والمساعدة والدعم لانه نحنا ما فينا اليوم هالشباب اللي عندهم هالطموح هايدي نجي هيك نقضي على طموحهم من اول الطريق لازم نقف حدهم وانا بتعهد انه حط كل طقاتي لقدر ساعدهم لانه هايدي شي واجب يعني ماتر نجار ليوم ادي حظوظك انك تفوز باول شي تكون عضو بنقابة المحامين وترجع تفوز كمان بنقيب المحامين هلا الحقيقة عم بحس انه في كتير تجاوب من الزاملات والزملاء لانه بحس انه عندهم رغبة بنقلة نوعية بالتجدد وانا بدعي بهلا طالما فيه تسع اعضاء بدنا ننتخبهم انه كمان يشوفوا بال يا الاعضاء السابقين اللي فعلا نجحوا ومش انه شعارات وانه شعارات او خصوصا انه وجوه جديدة بشكل خاص وجوه شابة وهنا بدشدد على شغلة كمان الميسائية كتير مهمة يعني انحنا هلنقابة لجميع الطواقف مفروض تكون كمان موجودة كلها بالنقابة وال كمان التمثيل النسائي انا عضو بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة وهذا شيء كتير بيعنيني انه كمان التمثيل النسائي يكون موجود يعني بكرة يكون عنا 12 عضو يكون اكيد على القليلة في محامي او اثنين او ثلاثة يعني موجودين معنا على الطولة هيدا غنى لقلنا واصلا المحاميات صاروا بمثلو نص النقابة يعني وعند القضاءات اكتر طبيعي انه يكونوا موجودين احدنا ومعنا ونحنا كلنا مع بعض يعني بقى هيدا يعني انا بقول انه في عم بحس في دعم وفي حماس ومن الجميع يعني في بحس في المستقلين في مجموعات من الثورة في احزاب لانه اصلا نص النقابة محيزبين ونصهم مستقلين بقى وفي مكاتب كلنا بيعرفونا يعني عم بحس انه لأول مرة عم بلاحظ انه الناخب ماعد بالضرورة عم بفكر بامور سياسية عم بفكر اكتر بامور مهنية لانه شبع انه احنا بالنتيجة اذا بدنا نعمل سياسية كنا منجي منقدم عن نياب وما منقدم عن نقابة المحامين هو الهم المهني هو اللي عم بيطغى وهذا اللي عم بيخلي انه المحامين اليوم عم يفكروا انه احنا بدنا ندعم اللي عنده برنامج اللي عنده رؤية واللي ممكن يعملنا هالنقل النوعي وينهض ويحسن المهني تبعنا ماتر نجار في الختام بدت تطلع بالكاميرا تبعك وتوجه رسالة لكل حدا بدوا ينتخب نهار الأحد وبدوا ينتخب المحامة اريكساندر نجار شو بتقله اول شي بدت قلهم انه نحنا صحيح عم نمرق بظارف كتير صعب ولكن ما لازم نيقس نحنا عنا مشروع قادر يحسن وضعنا مفروض تكون كلنا سوا نضامن انا بطلب سيئتكن بطلب دعمكن وانا واسق انه بنقدر فعلا نعمل هيكي نهضة حقيقية بهال نقابة ونقدر يعني نتخطى هالمحنة هاي دي اللي عم نعيشها بقل اضرار ممكنة وبنفس الوقت نطلع للتطور للمستقبل مش دايما يعني نعيش بهال وضع الصعب اللي عم نعيشه من دون اي طموح انا بدي ارجع الامل لهالنقابة هاي دي وللمحامين ونكون كلنا حطبعد لا فعلا يعني نكون نقابتنا قدوة متل ما دايما كانت بالنسبة للنقابة الاخرى وانشان هالمهنة اللي قال عنا فولتير انه هي اجمل مهنة في العالم تكون نرجع نبين انه هي فعلا اجمل متابعي سباتشا تادي كانت حلقتنا لليوم مع المحامة والكاتب اليكساندر نجار شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة 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 شكرا لحسن المتابعة